استحدثت رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستراد بنسبة 1% من قيمة الاستراد وهذا لأي طلب توطين بنكي للصنع هو من بين الإجراءات التي نص عليها مشروع قانون المالية لسنة 2018 قرار يرى فيه المستوردون أن المسالك النهائي هو من يتحمل أعباء زيادة هو أكيد أن المستورد سيضيفها في تكلفة السعر النهائي والذي هو يدفعها آخر مستهلك المواطن الذي سيدفعها هذه القيمة هي شكلياً تبانبلي ليس قيمة كبيرة لكن عندما المستورد يدفعها يقول لك أنه يجب أن نحسبها في السعر النهائي رسوم الوضع رائب يرى فيها المتتبعون للوضع الاقتصادي أنها حل لتعويض تراجع بداخل الخزينة هذا الرسوم البنكي هذا الرسم هذا 1% سوف يسمح نوعاً ما في تزويد الخزينة ولكن في نفس الوقت هذا الرسم هذا أو 1% سوف ينعكس على سعر المواد بحيث المستورد سوف يدخلها في التكاليف في الاستيراد وبيتالي فيدخلها في السعر النهائي للمادة المستوردة وهو يتحملوا مرة أخرى يعني المواطن والمستهلك اللي يتحمل هذا الارتفاع فهو في الحقيقة ارتفاع ذكي لأسعار بعض المواد المستوردة هي إذن تصريحات كل هذا الصبح حول تحمل المستهلك النهائي ضريبة الزيادات التي جاء بها منشروا قانون المالية لسنة 2018 ترجمة نانسي قنقر شكرا